طيب خلينا ننتقل طبعا دلوقتي للخبر الأهم والأبرز في العالم كل الحقيقة مش بس في مصر وهو نجاح تعويم السفينة وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الخبر الرئيس في كل وكالات الأنباء والصحف العالمية نيويورك تايمز قالت من الجهود اللي قامت بيها مصر بتوعيد مرة تانية أمال عودة الحركة سريعا لأحد أهم الطرق التجارية في العالم لو هنبص على فينانشل تايمز قالت أن الإنجاز ده هيكون لي تأثير عالمي وهيعمل على تراجع أسعار النفط وكالة بلومبرج قالت أن تعويم أفر جيفن هي خطوة مهمة لعودة الحركة بأهم ممرات التجارة في العالم زي ما تبانى مع حضراتكم أهم الصحف والوكالات العالمية أيضا كان في بعض الوكالات العالمية واللي بتحضى بمصداقية كبيرة والحيانة هي نشرت أخبار غير دقيقة عن تعويم سفينة أفر جيفن لكن الحقيقة أنه الهيئة العامة للتعلمات بدرت بسرعة جدا وتواصلت مع هذه الجهات عشان يصححوا هذه الأخبار المهم واللي خلينا نستفيد منه من هذه الوقع أنه أرجوكم مرة أخرى في أي حتى وفي أي وقع بتحصل في مصر لتأكد من مصادرنا بعد إذنكم مش لازم ننصاق وراء الأسماء الكبيرة والمصادر اللي أحيانا بنعتقد أنها هي يعني مصدر مسلم بي بأي شيء بتقوله أو بأي خبر بتنشره خلينا نثق في إعلام مصر الإعلام المصري في مكشفة يعني غير مسبوقة في هذا التوقيت مرة تانية نتأكد من كل الأخبار يا جماعة اللي ممكن يكون بنعمل لها شهير وكان أفضل رد كمان على ده جمالة مبارح الهيئة طلعت لايف بمجرد مع هذه الأنباء اللي جمالة بتتكلم عنها طلعت مبارح هيئة قناة السويس طلعت لايف أثناء تحريك السفين كانت دي كانت عملية مناورة كانوا بيقوموا بيها ومرجعتش لوضعها اللي كانت عليه لا كان فيه طبعا مده جزره كان فيه تحركات لكن في النهاية هي ما رجعتش لوضعها لكن اللي حصل مبارح ده خلنا نسمع مجموعة من الأسماء كده مشهور مشهور نسمع عزة عادل نسمع مصطفى محمود نسمع عبد الحميد يوسيف طب من الناس دي طبعا لكل أرواحهم السلام أو الأرواح كل هؤلاء السلام مصطفى محمود هو أحد أبطال القوات البحرية وللسوشت في سيناء في عام 2018 المهندس عبد الحميد يوسيف طبعا كان ليه دور كبير جدا في تطهير قناة السويس بعد حرب أكتوبر طبعا هو كان مستشار رئيس الهيئة لفترة من الفترات كمان لو هنتكلم عن عزة عادل هذه القطرة طبعا ده كان المهندس كان رئيس الهيئة لفترة من الفترات وساهم في عملية تأميم قناة السويس وبالمناسبة هذه القطرة يمكن الذي أطلق عليها اسمه ارتبط اسمه هو بعملية تطوير وهذه القطرة قوة الجذب بتاعتها وقوة الشد بتاعتها 160 طن فدي حاجة طبعا مهمة للغاية وكمان مشهور والكراكة مشهور وهو كان المهندس مشهور مشهور كان برضو رئيس الهيئة لفترة من الفترات وساهم في عملية التأميم وهذه الكراكة يمكن كانت أكبر كراكة في الشرق القسط فالحمد لله طبعا دي أسماء لروحهم السلام وجميل إن احنا نستذكرهم طبعا بكل خير طبعا أكيد خاني أضيف على كلامك كمان إنه شيء كمان مفرح الحقيقة ومبشر ويخلينا ويزدنا فاخرا إنه القطرات كمان المصرية المصنعة تبع الترسانة الخاصة بهيئة قناة السويس كليها دور كبير جدا ودخل كبير جدا في تعويم وفي نجاح تجربة تعويم السفينة أفيرغرين